والحديث أكثر عن الأسواق العالمية ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من لندن المحلل الاقتصادي دكتور ناصر قلو حياة كلا دكتور ناصر لربما أن الأسواق تلقت دفعة إيجابية من أسعار النفط كانت ارتفاعات إيجابية 2% تصريحات الرئيس الفدرالي وأيضا كذلك الأسواق العالمية والأداء الإيجابي إن عكست على أسواق المنطقة بشكل نعم كيف قرأت أولى جلسات هذا الأسبوع؟ نعم بعض التفاؤل أقول خصوصا بعد ما حصل من صدمة شركة أبل للهواتف والنظوم الإلكترونية والمعلوماتية بحكم أن رئيسها التنفيذي تيم كوك كان قال في أواخر نوفمبر أنه سيحقق زيادة في المبيعات 16% ثم جاء مؤخرا للقول أنه تراجع 10% وهذا أثر على سعر السهم وشركات المرتبطة هذا يعطي إشارة أن ودي السيليكون وشركاته تواجه تحديات كبيرة بعد أن اجتزبت أكبر أحجام لرأس المال لها للاستثمار بالمليارات على حساب الصناعة التقليدية من ناحية أخرى انتهى العام على زيادة في أسعار الفائدة الأمريكية وصراع بين الطرفين بين المركز المالي والمركز السياسي في واشنطن ونيويورك وبرأيي هذا الأمر هزى الأسواق نحن الآن كما قلتم في موجة تفاؤل وربما أن الصين والولايات المتحدة تعطي إشارات على تقدم لكن هذا التقدم محصور بشهرين فقط من المفاوضات فالسؤال ماذا يتحقق خلال عامين وعدة جولات من المفاوضات هل يتحقق بشهرين أنا أقول ربما بحكم أن الخسارة هي سنائية عند الولايات المتحدة والصين وبالتالي إذا بدأت أبل بإلقاء اللوم بشكل أساسي على هذه الأمور على برود التجارة الصينية الأمريكية بالحرب التجارية فربما يخيف هذا الإدارة الأمريكية والإدارة الصينية بحكم أنه يؤثر في الطبقة الوسطى الصينية ويدفعهما إلى التنازل برأيي أن الصين ستقوم بشراء أكثر من السوق الأمريكية حتى ترضي الإدارة الأمريكية إذا برأيي تنازل الصيني محصوب لكن نكوس عن حرب تجارية مفتوحة الأبواب جميل دكتور ناصر دعني أبقى معك في ما يخص الشركات التكنولوجيا البعض يرى أن رئيس ترامب ضغط بشكل مباشر على شركات التكنولوجيا منذ بداية العام 2018 تصريح ربما تغريدة كانت قبل أسابيع أشار أنه أيضا لا يبالي بخسارة سواء أبل الخسارة المتوقعة لها خلال العام 2018 وأيضا كذلك أنه يطلب من شركات التكنولوجيا بتصنيعها واتفها داخل الولايات المتحدة البعض يرى أنه قطاع التكنولوجيا لربما مع قطاع التعدين والصناع كانت أكثر القطاعات تضررا خلال العام 2018 جراء الحرب التجارية بين البلدين اليوم وين ننظر لكطاع التكنولوجيا خلال عام 2019 مع الخسائر التي شهدناها على القطاع خلال عام 2018 أجيب بصراحة أن قطاع التكنولوجيا هو قطاع عالمي وبالتالي الشركات المتعددة الجنسية تمثله مقرات الشركات الكبرى مايكروسوفت أبل وغيرها هي في كاليفورنيا في وادي سيليكون لكن محطات التصنيع إذا نظرنا إلى خريطة التصنيع في العالم ربما نصف التصنيع والتجميع في الصين لكنه موازع على الكرة الأرضية هنا عندنا شركة في مدينة تريدينج وأخرى في مدينة أكسفورد تصنع رقائق لهذه الشركة أبل وبالتالي تأثرت أسومها بالتراجع 6% وقس على ذلك في بلدان العالم إلى تايلاند وفياتنام وغيرها وهذا ما يعطيها ميزة بأنها تجتز برؤوس الأموال الكبرى توظف مثل أبل 120 ألف شخص حول العالم وبالتالي يؤثر في الاقتصاد العالمي ولا يؤثر فقط في الاقتصاد الأمريكي أو في الصيني الخطاع الخاص قصدي وبالتالي اجتزابها لرأس المال الضخم ثم توترها مع إدارة الرئيس ترامب العام الماضي يؤثر بهذا الأمر أريد أن أضيف أن شركة مثل أبل عندها احتياط مالي فائض يعني 130 بليون دولار وبالتالي هي تستطيع أن تستسمر أكثر وتحدث بعض موديلاتها الأخيرة التي لم تكن بصراحة متقدمة جدا بحكم أن هذه الشركات تمشي على علامتها التجارية الناجحة وبالتالي يصبح لها قيمة كبيرة بغض النظر عن كلفة المنتج الأساسي وبالتالي تصبح هموم المستثمرين ومستوى العائد لهم أكبر من قضية التصنيع إذن الآن برأيي إعادة قراءة ووعي بين كل الأطراف وضغط اللوبي الأمريكي الزراعي الصناعي التقني وحتى سألتني عن المناجم والمعادن بحكم أن الصين هي أكبر مستهلك الآن للألمينيوم ومنتج كذلك والحديد وغيرها وأن دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية منتجة للألمينيوم والبوكسايد إذن تتأثر كل أسواق الخليج والعالم بالاتفاق المغمول أو الصراع ربما يتجنب في آخر لحظة جميل دكتور ناصر البعض يرى أيضا كذلك لا نسف كثيرا بالنسبة في التفاؤل بشأن الاتفاق التجاري بين الولدين الرئيس ترامسرح قبل أيام بأن الاقتصاد الصيني في وضع وأنهم أيضا كذلك سيرضخ الصينيين يعني إلى مفاوضات أكثر ولربما انتزاع مكاسب جديدة للاقتصاد الأمريكي اليوم إلى أين نقرأ أيضا كذلك أنه لربما أيضا كذلك الجانبين لم يتم التوصل على حل ملفات معينة في ظل يعني الرسوم الانتقامية التي شهدناها خلال العام 2018 هناك تجميد للرسوم الإضافية المرحلة الثالثة التي كانت ستبدأ في 1 يناير 250 بليون من طرف الولايات المتحدة كانت فرضت وردت عليها الصين 110 بليون لكن الولايات المتحدة زادت الأمر هذا وجمدته الآن إذن فرصة لطيقات الأنفاس لكن أريد أن أجاوب مشاكل مباشر يعني مواجهة الولايات المتحدة مع كندا والمكسيك دفعت هذين البلدين الجارين الحليفين وإعادت كتابة اتفاقية نفطة الآن لمصلحة الولايات المتحدة صحيح وكذلك انسحبت من اتفاقية تجارة المحيط الهادي واتفاقية المناخ إذا أخذنا هذا التسلسل المنطقي فيجب أن نقول أن الصين ستراجع بعض الشيء مع حفظ ماء الوجه وأنا قلت هذا الأمر بأنه سيترجم بأن العجز التزاري ما بين البلدين لمصلحة الصين على الأقل 400 بليون دولار وبالتالي أتصور أن الصين ستستهلك أكثر بضاعة أمريكية وهذا ما يقلص العجز على الأقل خلال عام بـ 100 بليون دولار هذا رقم واحد اثنين عفوا بأن الصين تتراجع في مجال سرقة التكنولوجيا ثم ثلاثة فتح سوقها أمام المناقصات الحكومية والقطاع الخاص والاندماجات التجارية بحكم أن الشركات الصينية تقوم بغزو العالم عبر سياسة الحزام والطريق فتح أسواق 80 بلد واستثمار الحكومة الصينية بـ 4 تريليون دولار وأن شركات الصينية هنا في الغرب تستثمر حتى في محطات الطاقة النووية وبالتالي لا توجد يعني خطوط حمر لها الآن بدأت الدول تضع خطوط حمر على الأمن القومي لشركات هواوي وزاتي إي إذن الصين يجب أن تقوم في نفس الشيء إذا قامت بالحرب باعتقالات لنقول انتقامية كما حصل مع مديرة شركة هواوي ستخسر شركاتها في الخارج وبالتالي يجب أن تتراجع على عدة يعني وجهات أو جبهات وربما لا تستطيع أن تستزل بنعدام الخبرة القانونية لها أكبر سياسي الغرب المتقاعدين يشتغلون عند الشركات الصينية جميل بانتظر أيضا كذلك مفاوضات أكثر إيجابية تشهدها الأسواق ودفع جديدة للأسواق قدامك الصحة والعافية دكتور ناصر قلول محلل الاقتصادي من لندن شكرا جزيلا لك